بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي نهائيا في الجيب الأخير من الباغوز في شرق سوريا كسفت قوات التحالف الدولية ضرباتها الجوية على بقايا التنظيم الإرهابي في الباغوز بعد السيطرة على آخر جيب لها في الباغوز يمكن القول بأن داعش باتت الآن محطمة لكنها لا تزال لديها وحدات عسكرية مختبئة في المناطق الصحراوية في سوريا والعراق ولا تزال هذه الخلايا النوعية تمثل تهديدا ضربات استهدفت الأنفاق التي يتحصن بها عناصر تنظيم داعش الإرهابية في محيط جبل الباغوز كما استهدفت ما تبقى من التنظيم عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات في سوريا لكن بحسب الخبراء العسكريين فإن المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابية في المناطق التي كان يسيطر عليها لسنوات في مناطق شرق الفرات انتهت فعليا لكن نهاية المعركة شرقية الفرات لا تعني نهاية وجود التنظيم الإرهابي في سوريا الضربات الجوية التي قام بها التحالف الدولي على منطقة الباغوز وعلى جرف الباغوز وجبال الباغوز تؤكد بأن التنظيم لا يزال له وجود في تلك الأنفاق وفي تلك الأماكن المختبئ بها هذا التنظيم ولذلك أتوقع بأن هذا التنظيم لم ينتهي بشكل كامل وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب رحب بنهاية تنظيم داعش الإرهابي لكنه دعا إلى اليقظة ولفت إلى أن بلاده ستواصل العمل مع شركائها وحلفائها لهزيمة الإرهابيين المتطرفين بالكامل المعركة ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي تدخل مرحلة جديدة مرحلتنا يرى فيها الخبراء بضرورة أن تكون موجهة ضد خلايا داعش النائمة التي تشكل تهديدا كبيرا للعالم أجمع لقناة الإخبارية طه عدا إسطنبول